بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداء ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بأبنائي وبناتي الحريصين الرائعين على دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وعلى جميع المواد المتفوقين المبادرين أسأل الله عز وجل أن يوفقكم جميعا وأن يسعدكم وأرحب بكم في مطلع هذا الدرس أجمل ترحيب وإلى بطاقة درسنا لهذا اليوم أولا الصف أو المرحلة الأول الابتدائي الفصل الدراسي الثاني المادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وموضوع الدرس سورة العصر من الآية الثالثة إذن معنا اليوم سورة العصر الآية الثالثة وإلى أهدافنا التي نسعى إلى تحقيقها أولا أن يحفظ الطالب الآية الثالثة من سورة العصر حفظا متقنا ثانيا أن يطبق الطالب أداب التلاوة التي تعلمها سنراجع أداب التلاوة ونريد أن نطبق هذه الأداب التي نتعلمها أيضا أن يقرأ الطالب الكريمات التالية قراءة صحيحة إلا وعملوا وتواصوا بالصبر أيضا أن يستخرج الطالب الصفر المستدئير من الآيات آداب تلاوة القرآن الكريم آداب تلاوة القرآن الكريم هناك آداب لتلاوة القرآن الكريم من ذلك أننا هل يصح أن نمسك المصحف بغير طهارة أم لا بد أن نتوضع قبل مسك المصحف وقبل مسك المصحف أحسنتم إذن طهارة قبل مسك المصحف إذا أردنا أن نقرأ ماذا نقول في البداية ماذا نقول أحسنتم نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعاذة عند بدء التلاوة وما المقصود بالاستعاذة؟ رائع قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ممتاز أيضا في أول السورة في بداية السورة ماذا أقول عندما أفتتح سورة وأقرأ من بدايتها ماذا أقول؟ أحسنتم البسملة في أول السورة البسملة ما المراد بالبسملة؟ أحسنتم قول بسم الله الرحمن الرحيم إذن البسملة في بداية السورة أيضا من الآداب حسن الإنصات للقارئ إذا استمعت إلى أحد يقرأ القرآن فإنني أرعي سمعي وأنتبه له ولا أقاطعه وأتعدب عندما يتلى أمامي كتاب الله جل وعلا أيضا حينما تمر كلمة لا أعرف معناها فإنني أسأل والدي أو المعلم عن معنى هذه الكلمة لأتفهم معاني القرآن لا شك أنكم عرفتم آداب تلاوة القرآن وبالتالي فقد تطهرتم قبل مصر المصحف أليس كذلك؟ أحضرتم المصحف إذن لنتوجه جميعا إلى المكان المناسب البعيد عن التشويش والإزعاج والضوضاء ونبدأ كعادتنا بمراجعة الدرس السابق وسورة العصر من الآية الأولى وحتى الآية الثانية إذن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر بارك الله فيكم أشكركم على هذا الحفظ المتقن أسعدكم الله ووفقكم الآن نريد أن نتدرب على قراءة بعض كلمات الآية الثالثة من سورة العصر لاحظوا هنا لاحظوا تلاحظون الشد هنا أليس كذلك؟ إذن نشدد هذه اللام نقول ماذا؟ إلا 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 إذن نعطيها الشد إلا أحسنتم لاحظوا هنا أل هنا ما نوعها؟ هذه أل ما نوعها؟ أحسنتم هذه أل شمسية أل كم نوع؟ أحسنتم الشمسية والقمرية إذن ننتقل من الألف إلى الصاد لأن هذه اللام لا تنطق نقول الصالحات الصالحات ولاحظوا هذه الألف الصغيرة وهذه نعطيها حقا من المد الصالحات الصالحات لاحظوا هنا ولاحظوا هنا وتواصوا وتواصوا لاحظتم؟ وتواصوا أحسنتم رددوا معي وتواصوا هنا أيضا هنا هنا الشمسية فلا تنطق هذه اللام نقول بالصبر 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 لاحظوا الآن هنا لاحظوا هل لاحظتم؟ ما هذه الحركة التي تشاهدونها؟ انظروا هنا وهنا وهنا ما هذه؟ لا هذه ليست سكونا هذه ليست سكون هذا ستعرفونه في مبادئ اسمه الصفر المستدير هذا يعني أن هذه الألف لا تنطق فلا تنطقوها حينما تقرأوا لا تنطقوا هذه الألف إذا رأيتم هذه العلامة الدائرية هذه الدليل على أن هذه الألف لا تنطق فلا نقول وعملوا لا وإنما نقول وعملوا وتواصوا لا ننطق هذه الألف آمنوا لا ننطق هذه الألف إذن هذه الدلالة على أن هذه الألف لا تنطق فلا تقرؤوها ولا تنطقوها أما الآن فسننصت لتلاوة الآيات طلبا لنزول الرحمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 114. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم شكرا لكم على هذا الاهتمام الآن سنقرأ هذه الآية قراءة فردية ثم بعد ذلك نقرأها القراءة الترديدية التي تعودنا عليها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وعيدها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الآن مع القراءة الترجدية وددوا معي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعيد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعيد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعيد أعيد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعيد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعيد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعيد أعيد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعيد 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 للمرة الأخيرة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أشكركم على هذه المتابعة أيها الرائعون والرائعات أما الآن فسننصت لتلاوة الآيات طلبا لنزول الرحمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر شكرا شكرا لكم على هذه المتابعة أيها الرائعون والرائعات الآن نختم بتلاوة هذه الآية تلاوة ترجدية فهل أنتم مستعدون بارك الله فيكم رددوا معي الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالحق وتواصوا بالصبر أحسنتم بارك الله فيكم إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا ألقاكم بإذن الله في درس جديد وأنتم ونحن في خير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته